زمينا محمود الكنت صحفي مختص في الشئون الأمنية والعسكرية لديه ما يقوله حولها مجزرة خان شيخون التي ذهت ضحيتها أكثر مائة شهيد واربعمائة جريح محمود شوفك تحكينا عن هذه المجزرة وبعض التوضيحات إذا أمرت طبعا نحن حنقول بعض الحقائق العلمية في بالنسبة لهذه المجزرة تداول عديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرواية التي تقول أن المقاتلات الروسية أو السورية قامت بقصف معمل للمعارضة في خان شيخون ما أدى إلى مقتل هؤلاء هون حابب أنا أذكر كم نقطة علمية بهذا الشأن أولا غاز السارين يصنف بأنه غاز غير مستقر شو يعني غير مستقر؟ يعني لا يمكن أنك تحطه بمستودع وتخليه عدة أشهر أو عدة سنوات هذا الغاز يجب أن يتم دمج مواد منسمية شبه مصنعة لتوضع وتكون تفاعل معين ليصير غاز السارين ولازم تستخدم خلال بضعة أسابيع بالتالي لو قامت مقاتلات أو لنقول مدفعية بقصف هذا المكان بالفعل فهذه المواد من المفترض أن تكون محطوطة بشكلها شبه المصنع وليس بالشكل السارين بشكله النهائي بالتالي هاي المواد شبه المصنعة ما حيكون إلى نفس سمية السارين بشكله الطبيعة هاي رقم واحد رقم اثنين بالنسبة للكمية المستخدمة هي لتؤتل مئة شخص وتصيب أربعمائة شخص فأنت بالتالي بحاجة إلى مئات الكيلوغرامات من هذه المادة من مادة السارين ولازم تنتشر بشكل كبير فتصنيع هاي المواد ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض أنه ممكن تتصنع بمختبر أو تتصنع بمطبخ بالتالي لا تمتلك المعارضة القدرة لتكوين هذه المادة أو لتصنيع هذه المادة ولازم يقوم فيها خبراء ومعامل بالنسبة لهذا الموضوع طيب محمود لو سمعت شو الفرق بين الخردل السارين لكلور هلأ طبعا فيه في اختلافات كبيرة بينهم بس أحد الاختلافات مثلا أنه غاز السارين هو غاز أعصاب شديد السمية هو غاز غير مستقر لا يمكن تخزينه لفترة طويلة لازم يتخزن بشكل مواد شبه المصنعة غاز الخردل على العكس هو غاز مستقر يمكن تخزينه لفترات طويلة ومثم استخدامه ومشان هيك منشوف أنه في عندك اتهامات ما بين فصائل معينة في الحرب بسوريا والنظام باستخدام غاز الخردر أو عدا غاز الكلور هو غاز يعني ليس بالذات السمية تبع السارين ولا يصنف على نفس الدرجة الأولى هل تستخدمه في المياه بالميين طبعا هو لا وله استخدامات تجارية وله يمكن استخدامه في تعقيم المياه أو يدخل في مركبات المعاقم بالمياه مشان كون هيك دقيقين وبالتالي حضر غاز الكلور حضر غاز الكلور صعب جدا لأنه يدخل في استخدامات تجارية عديدة بالتالي استخدام غاز الكلور ما نفعل بنفس استخدام غاز السارين المصنف من الفئة الأولى محمود لو سمحت لي هلأ مون نظام من الصعب على أساس أنه سلم اسلحته الكيموية بـ 2013 تذكر وتم تدميرها ونقلها لأوروبا ومنها بريطانيا وخلصها منها الأسطى من نجح في الأسلحة هلأ هاي التقرير منظمة حضر الأسلحة الكيميائية ذكر في تقريره أنه تم تخلص من المواد من الفئة ألف أو الفئة الأولى التي هي شبه المصنع على السارين وغاز الخردة أو خلافه وكما تم تدمير المصانع أو المعدات التي تنتج مثل هذه المواد سؤال مشروع من وين اجت وكيف صارت هذا في عندك تقارير أخرى عن تقولك أنه لا مش كل المواد اللي اتدمرت وفيه تم مخزوم بسيط لسه لم يتم تدميره طبعا هذا ما ستكشف عنه التحقيقات لا يمكن الجزم بالسيناريو الحالي خلال يعني بضع أيام أو بضع ساعات سيكون في التحقيقات في الموضوع لما عرفت ذلك